وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع مجمع الصناعات الغذائية قهى وإدفينة ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير كما وجه رئيس سيسي بالتنصيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع في زراعات الزيتون بمصر إضافة إلى توفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشكل اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرية والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية قهى وإدفينة والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا وبتكلفة استثمارية حوالي 5 مليارات ونصف المليار جنيه وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث سيضم المجمع تسعة مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة وقد وجه السيد الرئيس بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقا لأحداث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير أخذا في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات والتي تضم سلسلة مصانع غذائية من ضمنها مجمع صناعات سايلو فودز كما شهد الاجتماع عرض موقف الزراعات الزيتون في مصر بما فيها الانتاج الكلي وحجم التصدير على مدار السنوات الماضية فضلا عن أهم الأصناف المنزرعة في مصر وتوزيعها الجغرافية على مستوى المحافظات وكذا محاور الرؤية المستقبلية للنهوض بزراعة الزيتون وزيادة صادراته وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع في المساحات المنزرعة إلى جانب تعزيز التصنيع والتسويق لزيادة القيمة المضافة من انتاج الزيتون على المستوى المحلي وذلك لتعظيم الاستفادة من المقومات المتعددة التي تمتلكها مصر في هذا الإطار كما تم استعراض المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل بهدف تحديث طرق زراعته باستخدام تقنيات انتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وذلك من خلال ترشيد استخدام الأسملة والبذور وسهولة استخدام نظم الري الحديثة لترشيد استخدام المياه وتيسير تطبيقات الميكانة في الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج والحد من الفاقد الناتج من الحصاد بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدانية من ناحية الكم والنوع وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتل خاصة ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة إلى جانب تطبيق أساليب الري الحديث في المساحات المنزرعة بالشتل وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل والمتمثلة في زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف وهو الأمر الذي سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشي كما اطلع السيد الرئيس على أهم محاور الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات المصرية على مستوى الجمهورية سواء من خلال المصائد الطبيعية أو عن طريق الاستزراع السمكي موجها سيادته بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر خاصة عن طريق الالتزام بفترات وقف صيد الأسماك وقت تفريخها إلى جانب إحكام الرقابة ومنع طرق الصيد المخالفة بالإضافة إلى تزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج